قلنا ان احنا عايزين نتكلم شوية على الوضع الداخلي او السياسة داخل مصر السياسة داخل هذه الحدود التي تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع طيب اي عمل سياسي في الدنيا؟ اي عمل سياسي في الدنيا؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الاحزاب والقوة السياسية مفوضة انها تبقى مبنية على شكل مؤدلج عشان ما أدلكش الدنيا مؤدلج يعني يعني توجه والله الحزب ده الشيوعي ماركسي الحزب ده ده الحزب ده لينينيين الحزب ده حزب ثوري اشتراكي تروتسكويين الحزب ده اشتراكي قومي مثلا الحزب ده زي ما كان زمان فيه البعث العراقي والبعث القومي السوري الاتنين حزب بعثوا الاتنين حزب قومي ولكن كل منهم له رؤية معينة وما إلى ذلك إلى آخره طيب الحزب ده لبرالي الحزب ده نيو لبرالي رأس مالية متوحشة يعني اقتصاد السوق الحر او اقتصاد السوق الاجتماعي ده اللي موجود في الصين على سبيل المثال اللي بيحكمها الحزب الشيوع الصين اذا طبيعة العمل السياسي عبارة عن ايه احزاب شخصيات عامة مفكرين وافكار دي اللي بنسميها الايديولوجيا الافكار افكار كتير تتفق تختلف مع اليساريين على انواعهم واشكالهم لازم يبقى موجود يعني اذا كان المجتمع يريد ذلك اذا كان هناك في المجتمع تمثيل يساري اهلا وسهلا على اختلافه وانواعه تتفق ولا تختلف مع الافكار الليبرالية اذا كان المجتمع شايف انه يجب ان يكون هناك توجه الليبرالي ويمثل من خلال احزاب الاخر وشخصيات عامة وهناك مقالات وكتب ودراسات وافكار بتنشر وتطبع ويتم تداولها والناس تقراها تعتنقها ولا ما تعتنقهاش كل واحد حر برضو عندنا في الحالة المصرية ففي عندنا اتجاه اللي هو الاتجاه النصري وهو اتجاه عرفة بعد وفاة الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد النصر طيب هل في حاجة في السياسة اسمها انه يبقى فيه اتجاه واحد فقط لا غير وان لم يحدث فالنقل بالطاولة على الكل طيب اذا كنا بنتكلم على انه السياسة او العمل السياسي والعمل الحزبي يبنى بالاساس على الديمقراطية كلمة الديمقراطية هنا تعني انه اولا لازم يكون فيه اختلافات وتنوع في الافكار متفقين وانه الاختلافات وتنوع على الافكار دي بيحصل ما بينها ايه صراعات الافكار وبعدين والله الحزب الفلاني او التوجه الفلاني يبدأ يجتزب مناصرين فيبقوا اعضاؤه او يبقوا المدافعين عن افكاره ينتخبوه وهكذا طيب ازاي اب انا يوسف مثلا اقولك انا عايز ديمقراطية وعاوز تنوع فكري وعاوز يبقى فيه تنوع فيه العمل السياسي والحزبي داخل جمهورية مصر العربية بس خد بالك بقى بس لو ما جبتونيش تبقوا كلكو وحشين ده مش بس كده وهشوه صورتكو كلكو وههاجمكو كلكو ده وضع غريب جدا جدا لانه عمليا كده يوسف انت لا ديمقراطي ولا انت عايز تنوع ولا انت عايز صراع افكار ولا انت عايز نفسك وبس او عاوز الطيار اللي انت بتمثله وبس تعال نبص على المشهد المصري المشهد المصري فيه احزاب شيوعية اه فيه مثلا زي الحزب الشيوعي المصري على سبيل المثال فيه احزاب اشتراكية اه فيه احزاب اشتراكية فيه احزاب نصرية طبعا فيه احزاب نصرية في أحزاب لبرالية في كتير أحزاب لبرالية ما اليكاد يكون أنه السواد الأعظم من عدد الأحزاب اللي موجودة في مصر اللي هي تقريباً تقريباً حوالي 105 حزب السواد الأعظم فيها أحزاب لبرالية هل دي حاجة تبسط يوسف؟ يوسف تحديداً اللي بيكلم دلوقتي الحقيقة لا يوسف راجل ماركسي فكل أمنياته أن تبقى أحزاب ماركسية وعلى أقل أحزاب تبقى اشتراكية وما إلى ذلك تبقى هي اللي بتمثل السواد الأعظم والقاعدة الكبرى للجماهير بس الواقع بتاعنا بيقول إيه؟ بيقول أن القوام الأكبر العدد الأكبر من الأحزاب اللي موجودة أحزاب لبرالية طيب ما ينفعش يجي حد يقول لي والله الأحزاب اللي موجودة لبرالية علشان أنتو مش عاوزين تسمحوا بأحزاب بشتر أقولك دي يا رجل ده في حزب معلن كده اسمه الحزب الشيوع المصري ومشارك مثلاً في الحوار الوطني وممثل وما إلى ذلك ولهم متحدثين وموجودين وكل حاجة ده على سبيل المثال وموجود أحزاب نصرية مختلفة زي ما فيه الحزب العربي النصري زي ما فيه حزب الكرامة ما حزب الكرامة حزب نصري ده على سبيل المثال يعني التمثيل الحزبي بتاع الأفكار المختلفة موجود ده ملوش علاقة بقدرات هذه الأحزاب على التمثيل البرلماني دي قصة تانية خالص خالص لأنه لها علاقة ولها الأحزاب دي لها بجد أنصار كتير في الشارع مستعدين يدلها أصواتهم وما إلى ذلك طب وإنه ممكن بعد كده أن الأحزاب دي تقرر أن يبقى لها مرشح خد بالك بقى مرشح في انتخابات الرئاسة جينا عملنا كلنا بدون استثناء حاجة اسمها الحوار الوطني بدعوة من الرئيس الرئيس هو الذي أطلق الفكرة ودعمها بمنتقى القوة علشان يحصل حوار ما بين كل الكتل والآراء السياسية المختلفة تحاوروا مع بعض الحقيقة الرئيس قال بمنتقى الوضوح اتكلموا مع بعض واللي هتوصلوله هنعمله طالما أنه منطقي وقابل للتطبيق إلا هتوصلوله هنعمله لما تشكل الحوار الوطني مجلس الأمناء الأول بتاعه في مجلس الأمناء اتعمل نصين نص معارضة قح معارضة معارضة والنص التاني من أحزاب المولاد نفس القصة في المقررين والمقررين المساعدين وواواواوا إلى آخره طب وانطلقت جلسات الحوار الوطني وكان بالوقت قدرت أنها تتمتع بالسلاسة يعني الأول فيه الشكوك والتخوفات المتبادلة وما إلى ذلك بعد شوية أصبحت المسألة شديدة السلاسة أنا بدي لك حاجة زي تايم لاين عشان تبقى شايف الدنيا ماشي أزاي وصلنا إلى أنه هيبقى فيه مشهد كبير جدا اسمه الانتخابات الرئاسية ده استحقق دستوري لازم تتعمل الانتخابات رئاسية فعنعمل الانتخابات رئاسية وكل واحد عاوز تطرح المرشحين بتوعه يتفضل الغرابة كل الغرابة أنه لما دخلنا الحوار الوطني فمجموعة المعارضة عندها التكتل اسمه الحركة المدنية عبارة عن مجموعة من الأحزاب ومجموعة من الشخصيات العامة طيب فيها كم شخصية عامة الأسماء الكبيرة زي أستاذ ماتحة الزاد وأستاذ حمدين صباحي وهكذا حتى بتتكلم على خمسين شخصية عامة ممثلة داخل حاجة اسمها الحركة المدنية واستاذ خلال داود يعني حدث ولا حركة أنت بتتكلم على عدد كبير جدا والمهندس أكمل أرطام إلى آخره فأنت بتتكلم على عدد كبير جدا من الشخصيات بيمثلوا أنفسهم أولا قبل أن يمثلوا أحزاب موجودين جوة تكتل ما تحالف ما اسمه الحركة المدنية طيب ألف به سياسة بتقول إيه بتقول إذا كنت أنا هعمل تكتل أو تحالف لأي أمر كان فيجب علينا أن نحن نبقى متوافقين في وجهة نظر ورؤية محددة فنقدر نقول والله مثلا ده فيه انتخابات رئيسية إذن نحن كحركة مدنية علينا أن ندفع بمرشح للرئاسة نحن كحركة مدنية إذا فيه انتخابات مجلس نواب هتحصل في 26 فالحركة المدنية لازم أنها تدفع بعدد من المرشحين للمقاعد النيابية سواء إذا كان في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ بالمناسبة اللي بقوله ده مش اختراع يوسف ولا وجهات نظره أي تحالف أي تحرك عايزة أضرب لك مثلا من بعيد مش حالك واب نتكلم إنيت وإنيت وإنيت وإلى واحد في شمال الأطلنطي هو عبارة عن إيه تحالف عبارة عن إيه مجموعة دول مش كل دولة لها مصلحاتها الشخصية ده مما لا شك فيه ومصلحة شعبها صح لكن في حالة الاعتداء على أي دولة من دول النيتو النيتو كله يتحرك لو النيتو خد قرار كل الدول الأعضاء فيه تتحرك في إطار هذا القرار ما ينفعش ما تتحركش في إطار القرار بتاع الحلف هل ده برضو يوسف اللي بيقوله لا ده الديفينيشن التعريف يسموها كده بريد يقولك انترناشنال ديفينيشن بتاع ألاينس ألاينس يعني إيه حلف تحالف ده انترناشنال ديفينيشن ده مش اختراعي ده التعريف الدولي لكلمة تحالفات مش عجبك التحالف اطلع براه لكن ما ينفعش أبقى أنا تحالف وقرر لوحدي انه اطلق بيان زي البيان اللي صدر أو كما هو منسوب انه لحاجة أو للطيار المدني تحديدا أو لبيان الحركة المدنية فلما جابوص على بيان الحركة المدنية أنا أفترض هنا إيه بقى إذا كان البيان ده صليم 100% أبوص على بيان الحركة المدنية فلاقي إنه عبارة عن تقريبا خمس أو ستة أحزاب تقريبا ها قده حزب الاشتراكي المصري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب الدستور حزب الشيوع المصري حزب العيش والحرية حزب العربي الديمقراطي الناصري حزب الكرامة حزب المحافظين حزب الوفاق القومي إحنا أنا بنتكلم على تسع أحزاب وستة شخصيات عامة هما الأستاذ حمدين أستاذ المهند السمير عليش أو دكتور سمير عليش الدكتور عبدالجليل مصطفى الأستاذ علاء الخيام أستاذة فاطمة خفاجي والدكتور مصطفى كامل السيد ستة من خمسين فيقرروا الستة ستة من خمسين زى التسع أحزاب في الحركة المدنية إنهم يقولوا والله ده فريد زهران ما يحفظ اللقب طبعا ده مش المرشح بتاعنا وإحنا رفضينه طب هنا بقى لازم يجي سؤال ليه؟ ليه؟ يعني لما تعمل مجموعة من الاجتماعات المتولية والمتتالية للشخصيات العامة وأحزاب الحركة المدنية علشان يتوافقوا على مرشح واحد ما توفقوش كان قدامهم اتنين السيد فريد زهران وتنطول فخدوا قرار على إنه لا الحركة المدنية مش لازم كلها تدعم فريد زهران وده شيء غريب بالمناسبة تاني هو يتحالف يا مش تحالف أو فلتعلن الحركة المدنية أنها لم تعد موجودة ولأنه عملية نحن مش قادرين نتوافق على مرشح رئاسي واحد وبالتالي يعني خليك فريد زهران مع الحزب بتاعه ومن يريد أن يتوافق معه أو يؤيده إلى آخره وخلي تنطوي مع الحزب بتاعه أو مع من يتوافق معه أو يؤيده وخلاص يا جماعة من هنا ورايح ما نقدرش نتكلم إن احنا تحالف اسمه الحركة المدنية فكان في شيء في منتهى غربة إنه حركة المدنية تقرر عدم التوافق على مرشح طيب فيبدأ أستاذ فريد يكمل في مشواره كمرشح للرئاسة ويصل إلى إنه أصبح من مرحلة المرشح المحتمل إلى مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية وطنطوي يقرر إنه يمشي فيه مصاره اللي كانت بتشوبه أمور كتير جدا غير قانونية تحدثنا جميعا عنها وجرايد اتكلمت البرامج اتكلمت من يتفق مع طنطوي هو حر من لا يتفق مع طنطوي هو حر لكن الأكيد إنه كان فيه خرق قانوني فيما أطلق عليه التوكيلات الشعبية فأصبح طنطوي هنا وقف قدام إيه؟ قدام القانون مش قدام السياسة طيب تعالنا نتخطى الحتة دي ونروح بصين كده يعني دلوقتي طنطوي مش مرشح في السباء الرئاسي هل من المعقول هل من المعقول إنه بما إنه طنطوي مش في السباء الرئاسي فيحدث انقساما على انقسام في الحركة المدنية يدفع إنه بعض من أحزابها وقليل جدا من شخصياتها العامة يقرروا إنه هم يصدروا بيان فإن كان البيان سليما ورسميا فليقولوا ذلك إن لم يكن سليما ورسميا فبرضو لازم يقولوا لنا كده لأنه اللي قدامنا إنه مشور على عشرات المواقع إنه لا دا احنا مش عايزين فريد زهران ونرفض فريد زهران وبعدين نبدأ بقى على صفحات الفيسبوك وصفحات وبعض الصفحات بتاعت بعضهم يعني نبدأ نشوه في فريد زهران اللي بالمناسبة يعني أنا مش عضو في الحزب المصر ديمقراطي لكتابة ولكن أنا أدعي أن أنا أعرف فريد زهران كويس إحنا بنتكلم على رجل تاريخ سياسي أكتر من رائع أكتر من نظيف أكتر من رائع أكتر من نظيف دا ملوش علاقة أنا هنتخب فريد زهران ولا مش هنتخبه تاني تبتكلم عايز تقيم فريد زهران فلة برلانت تاريخ سياسي شديد النظافة شديد النزاهة دا تاريخ فريد زهران تتفق بقى مع أفكاره ما تتفقش مع أفكاره دي سياسة ما احنا قلنا أفكار نتفق ونختلف وتتصارع الأفكار إلى آخره بس ده فريد زهران معقول إنه علشان ما فيش تنطاوي أو معقول إنه مجموعة أو بعض من الأحزاب النصرية اللي موجودة في الحركة المدنية لمجرد إنه تنطاوي مش موجود في الله بينا نشوه في فريد زهران أو نسحب منه سك البركة يعني طب أنا عايزة أسأل سؤال والله أتكلم بأمان هو الحركة المدنية معاها سكوك غفران يعني مفترض إنه الحركة المدنية هي اللي تحكم وتقول هذا الرجل يصلح للرئاسة هذا الرجل لا يصلح للرئاسة هل الحركة المدنية تمتلك سك الغفران يعني هي اللي بتمتلك السكوك التي تسمح لسياسي ما أن يكون مرشحا أو لا يكون مرشحا أن يكون معبرا عن الحركة أو غير معبرا عن الحركة طب الحركة فيها خمسين شخصية عاما هم فيه ده فيه أربعة واربعين واحد ما مضوش على البيان اللي ممكن أوصفه بأنه البيان المزعوم حلو كده؟ مش هقولك إنه البيان الأكيد مع إنه هو بيان أكيد ومعروف جدا مين اللي صرر بالبيان علشان نضرب فورتينا ما بين قسيم علاء الخيان ومش جديدة يعني تمام وأرجو إنه يعني علاء الخيان ما يتديقش ويصول ويجول ويجزع لأسنان وبتاع لإنه إحنا بديتكلم سياسة يعني فاش حاجة تزعل يعني فوحدة واحدة كده طيب طيب نبص تاني يعني لو إنه تنطوي مش في الانتخابات يلا بينا نشوه ويلا بينا نفتت الحركة المدنية طب السؤال هل ده المشهد الأول جوه الحركة المدنية للمزيب من التفتت؟ يعني هنسأل سؤال هو هشام آسم محبوس ليه؟ والله بسألك سؤال بجد قولي جاوب هشام آسم محبوس ليه؟ هشام آسم محبوس سياسة؟ لأ هشام ما؟ هشام آسم محبوس عشان غلط في الأستاذ كمالة بعيطة صح؟ جميل طيب ومين اللي رفع الدعاوة وواواواواواوا ورفض الصلح مع هشام آسم وهشام آسم من ناحيته برضو نشف دماغه فأدى الموضوع إلى أنه هشام آسم الآن محبوس على زمة القضية دي غلط طيب هم كانوا يقدربوا منتهى البساطة يعني المجموعة بتاعة النصريين اللي خدت قرار أنها تفضل طول الوقت تدفع بضغط نفسي على الأستاذ كمالة بعيطة وهو عارف أن أحبه قد إيه؟ قوي يعني قوي ضغط 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 على كمالة بعيطة حتى لا يتنازل حتى لا يتنازل حتى يستمر فيه رفع الدعاوة حتى حتى فوصلنا إلى أنه في الآخر خالص هشام آسمة حبس الله طبه من جوة الحركة المدنية وبالمناسبة هو طيار الليبرالي هنا بودوا لازم تاخد هنا المسألة بتاعة الله هو إيه قصة بتاعة النصريين مع الليبراليين إنكم تختلفوا في الأفكار مفيش أزمة هو أنتوا هتختلفوا مع الليبراليين أكتر مننا؟ أكيد لا أكيد لا ده إحنا يعني المتشددين جدا أو خالص لا طيب تعالين نبص تاني أكتر طيب وهناك أيضا رجل جوة نفس الحركة المدنية الليبرالي خد بالك مهندس أكمل قرطاه طيب أنا عايز أعرف هو إيه شكل التوافقات اللي ممكن تتم طول الوقت يعني منين الطيار الناصري طول الوقت يهاجم الليبرالية؟ طول الوقت هو حر بالمناسبة ومنين طول الوقت هو مستعاد يتحالف مع الكتل الليبرالية؟ زي حزب المحافظين مهندس كمال قرطاه أو يتحالف مع الليبرالية زي هشام أسم وبعد شوية نتخنق معاه طيب وهل ممكن تدبو خناقة برضو مع المهندس أكمل؟ طيب السؤال هو إذا افترضنا جدلا شوف أنا بقولك هنا افترضنا جدلا إنه الليبرالية هي المصار التي ترتضيه الجماهير ومش النصرين بيحبوا دايما أغنية صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير طيب لو الليبرالية هي المصار الذي ترتضيه الجماهير طيب منين أنت ضد الليبرالية ومنين بتنادي طول الوقت بتحرير الاقتصاد وأنه لازم ننفتح أكتر وندي الفرصة للقطاع الخاص أن يعمل ما برضو ده خطاب مش نصري أنا والله العظيم بعد أفكر مع حضرتكم بصوت عالي هل الأحزاب النصرية اللي موجودة بجد عارفين ومتأكدين أنه خطابهم ده خطاب نصري يعني أنت لما تيجي تقول لي والله أنا عايز أنفتح على اقتصاد أكثر حرية ومناخ أكثر حرية في الاقتصاد وملكية القطاع الخاص وإعطاء المزيد من الفرص المستثمرين هل ده خطاب نصري أو خطاب لبرالي هو ده خطاب لبرالي مش خطاب نصري خالص بالعكس خطاب نصري عكس ده بالكلية بالكلية النصريين عمليا لو إحنا افترضنا أنه الطيار النصري عنده فلسفة للاقتصاد ففلسفته في الاقتصاد أيما على حاجة اسمها رأس مالية الدولة اللي هي إيه تأميم التأميم التام أو الموت الزؤام طب أنتوا قاعدين مع بعض إزاي طب أنت عايز يا يوسف اللي أنا فهمه إنه والله يا جماعة أنتوا نصريين فلتدفعوا بمرشحكم طب مرشحكم الحقيقة يعني ممشيش في مصاره بشكل سليم ولا بشكل سليم قانونيا تحديدا طب افترضنا أنه مشي في مصاره بشكل سليم قانونيا أو أي مرشح آخر ومقدرش يجمع توكيلات بقى مقدرش يجيب التزكيات بتاعت مجلس النواب زي ما يطلع طب طلع بره اللعبة لأ مرشحنا طلع بره اللعبة يلا بينا نكاشر طول الوقت عن أنيابنا وأسنان طب تعال ناخد السؤال اللي بعده هو الحركة الحزبية هنا يعني لما تيجي تعال نبص الشخصيات العامة ربنا يديهم الصحة جميعا وطلط العمر وده له معنى مش مبطن معنى واضح أستاذ حمدين ربنا يديله الصحة دكتور سامير عليش ربنا يديله الصحة الدكتور عبدالجليل مصطفى ربنا يديله الصحة فسعلا الخيام ماشي يعني في النص فاطمة خفاجي دكتور مصطفى كامل السيد احنا بنتكلم في أعمار من فوق ربنا يديهم الصحة جميعا وطلط العمر الحالات اللي زي كده فلنكتفي بكوننا مفكرين ومنظرين وأسماء حلوة وجميلة وبتاع ممكن أعرف فين أسماء الشبان هنا الشبان بالمناسبة ما بقولوا الشبان ده كلهم تخطوا للأربعين ده أنا مش بكلمك على شبان بجد مش على تلاتة وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين وخمسة وثلاثين ده مفيش ولا واحد هنا سنه أقل من خمسين سنة لا مفيش حد سنه أقل من خمسة وخمسين سنة ستين طب هو فين التدول في السلطة داخل الأحزاب التي تصف نفسها بأنها حركات ديمقراطية والله أنا بتكلم بأمان فين؟ مش موجود إحنا بنتكلم من خمسة وخمسين ستين لو أنت طالع هتيجي تقول لي ما هو مش بالدورة يكونوا هم دور رؤساء الحزاب وقولك طب هو عملينا هم المسيطرين ولما كنوش مسيطرين أما اللهم ماضيين على البيان ليه؟ يعني إحنا بنعمل تأميم للسياسة لو مش معايا خلاص تنهار السياسة في مصر ينهار العمل السياسي في مصر فلتنهار الأحزاب في مصر وبعدين في الآخر خالص لما جاء ألف ألف على راجل زي فليد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنت بتتكلم على بالمناسبة ده أول حزب ويكاد يكون الوحيد اللي هو عبارة عن تطور للأفكار الاشتراكية في مصر مصر الديمقراطي الاجتماعي الحزب اللي عنده رحبا فاكرية أكثر اتساعا من الأحزاب الماركسية والشيوعية واللينينيين وطبعا وأكثر رحبا بكتير من التروتسكاويين إلى آخره أنت بتتكلم على التطور السياسي بتاعت هذه الأفكار اللي حصل في أوروبا فينقله المصر الديمقراطي الاجتماعي لمصر في سابقة بصراحة أنه كل ده وأنا مش عوضه في الحزب ده خالص ليا فيه عشرات الأصدقاء طبعا واتشرف لكن أنا بهاجم مرشح رئاسي بس عشان المرشح بتاعي ماكملش بس لقوا خد بالك ده من نفس المعارضة يعني أنا بتكلم هنا على مرشح من مربع المعارضة حد يا جماعة سيق عليكم النبي بجد يقولي فين المنطق في هذا المشهد تحالف يقرر عدم دعم مرشح واحد ويقرر أنه الموضوع يتسبع السبه لا لا ونفس التحالف يقرر أن يهاجم حليفه لمجرد أن المسيطرين عليه مجموعة من الأسماء مجموعة من الكينات خدت قرار أنه لو مش الراجل بتاعنا احنا هنقلب التربيزة المسألة محتاجة التعامل بحكمة التعامل بحكمة أنا أعول جدا جدا على الأستاذ متحة الزهد أعول جدا على الأستاذ حمدين يا جماعة اتعاملوا مع الموقف بحكمتكم وبخبرة السنين السياسة ما بتمشيش كده وحضراتكم عارفين يا أستاذ متحد أنت راجل قديم وفاهم وعارف أنه مش فريد اللي يتهاجم أحفظ اللقم أستاذ فريد مش فريد زهران اللي يتهاجم مش فريد زهران اللي يتشوه مش فريد زهران اللي يضرب له كرسي في الكولوب يا أستاذ حمدين مش فريد زهران اللي يتخبط فيه أسفين ليه أقعدوا مع بعض كحركة مدنية واتفقوا على دعم فريد في النهاية الانتخابات جاية جاية وفريد في السباء يعني في السباء اتفقوا على أنه ادعموا الراجل اتكلموا مع أحزابكم اتكلموا مع شبابكم اتكلموا مع القيادات اللي موجودة عندكم على الأرض زي ما بيتقال اللي بيحصل ده أكبر غلط يضرب العمل السياسي والحزب المصري ما بين قسين المعارض في مقتل دامي دي ضربة تعمل نزيف حتى الموت أقول قولي هذا وأستغفر الله هليو لكم بس انتو اللي بتقتلوا مشهد سياسي بازغ اللي اتعمل في الحوار الوطني انتو بتموتوه دخول مرشحين معارضة للسباق الرئاسي انتو اللي بتوئدوه الليبراليين يكسبوا الليبراليين ما يكسبوش هي معركة أفكار وأسرع سياسي ومش هسميها أسرع سياسي كمان تنافس سياسي السياسة مش كده يا جماعة شفتوها فين والله بجد شفتو ده فين يعني ايه المشهد اللي شبه ده في انجلترا ايه المشهد اللي شبه ده في فرنسا ايه المشهد اللي شبه ده في أمريكا ايه المشهد اللي شبه ده في ألمانيا ايه المشهد اللي شبه ده في أسبانيا فين هتلي مشهد واحد يتشابه ولو من بعيد معارضة بتشرح في نفسها معارضة بتهاجم حلفاءها وضع مأساوي مأساوي أنا أشوف أنه دا كان متوقع جدا بصراحة جدا من اللحظة اللي شفت فيها عدم توافق على مرشح واحد جوة الطيار المدني والله كل اللي عارفيني تقولون دي مصيبة دي مصيبة إزاي واتكلمت مع ناس في المصر الديموقراطي وقعدت معاهم يا جماعة كلنا يعني مش مهمة كنا فيه فيا يا جماعة عيدوا الكلام تاني مع الطيار المدني غلط لازم كله يقف وراء فريد كله طيب وما أكثر المآسي الحقيقة في حياتنا الرهن بجدع ترجمة نانسي قنقر